قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارة الرئيس التاجيقي إمام علي رحمن تأتي في إطار العمل على تعزيز علاقات التعاون المشترقة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره التاجيكية أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وتاجيكستان شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية أود بداية الإعرابة عن تقديرنا للحرص الذي لمسته من جانبكم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين واعتزازنا بعمق العلاقات المصرية التاجيكستية والتي شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصالح شعبهما كما اتفقنا على تعزيز التنصيق في المجال الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريبة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم شكرا شكرا